من أمام الكونغرس معي عمر محمد ومن واشنطن عمر بشير مرسل الغد أهلا بكم سأبدأ معك عمر محمد من أمام الكونغرس وأيضا أحمد البوديري انضم إلينا من فلوريدا أهلا بكم جميعا شبكة مرسل الغد أبدأ معك عمر محمد رسائل نانسي بيلوسي وأيضا تساءل الحضور عن وجود دليل بعينه يدين ترامب أو حتى الجانب الجمهوري هل عثروا عليه أم لا يا عمر ألم محمد بدءا نانسي بيلوسي أكدت أنه لا مناصة من الذهاب إلى محاكمة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في مجلس الشيوخ من المحتمل أن تطرح المحاكمة أو تبدأ أعمال هذه المحاكمة والدعوة لها يوم غد هذه آخر التسريبات التي وردت أما فيما يتعلق بالدلة نانسي بيلوسي كانت واضحة قالت أن العالم جميعه شهد ما دعا إليه الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب هي تتحدث عن تعريضه بالانتخابات الأمريكية والديمقراطية وتحريضه أيضا لأنصاره بالخروج إلى الشوارع وهو أمر لا يتناسب مع المبدأ الديمقراطي والتداول السلمي للسلطة في الولايات المتحدة الأمريكية نحن نتحدث عن أنصار كان الكثير منهم يحمل الأسلحة كانت هناك عملية زراعة لقنابل أمبوبية بمحيط الكونغرس اليوم الـ FBI أكد أنه سيهب أو سيمنح جائزة مقدارها تصل إلى 75 ألف دولار لقاء معلومات يدلي بها الناس عن هؤلاء المتهمين الذين نشرت صورهم بوسائل الإعلام وفي الشوارع وحتى في محطات النقل العام إذن لا مناصة من الذهاب إلى المحاكمة كما ذكرت نانسي بيلسي لكنها لم تحدد وقت بعينه يا عمر محمد لمحاكمة ترامب لماذا لم تقدم توقيت بعينه وقالت لم يحدد حتى الآن نعم لحد الآن الولايات المتحدة تعيش وضعا خاصا من الانقسام الرئيس جو بايدن تحدث خلال خطاب أمريكا موحدة عن ضرورة نبذ الانقسام لربما هو بحاجة لمزيد من الوقت لتثبيت الأمور وتثبيت أنصار ترامب أيضا الذين خرجوا بالألاف في فلوريدا يوم أمس هناك أهمية كبرى توليها الولايات المتحدة للأمن بعد الخرق الكبير الذي حصل في الكونغرس لحد الآن لم يتم تأكيد أو المصادقة على تعيين وزير الدفاع دوء المنصب المهم ليويد آستن اليوم هناك جلسة لمجلس النواب لاستثنائه من شرط الخروج من القوات المسلحة لسبع سنوات وهو على غرار ما حصل مع الجنرال ماتيس وهو وزير الدفاع السابق في حكومة أو إدارة ترامب أيضا وزير الأمن الداخلي لم يصادق عليه أيضا الاستخبارات أو CIA كثير من المسؤولين بهذه المناصب وإن كان يعني تعيينهم كانت هناك تعيينات مؤقتة لسد الفراغ وكان هناك تصوير الماضية على أفريل هينز وهي مديرة الاستخبارات الوطنية هذه بالمجمل الوضع الأمني لربما ووحدة الأمريكيين هي التي تحتم أو هي التي ستحدد التوقيت بالنسبة للديمقراطيين يعني إذا كان الوقت لم يحدد يا عمر صحيح إذا كان الوقت لم يحدد حتى الآن باستطاع ترامب أو حتى الجانب الجمهوري أو حتى للأمريكيين لانتظار بضعة أيام لكن الفيروس يا عمر بشير لا استطيع أحد أن ينتظر ما الذي يمكن أن يفعله في هذه الأوساط الأمريكية والمدن والأمريكيين هل تحددت خطة جو بايدن لمكافحة بل والقضاء على هذا الوباء الجائحة الفيروس كورونا عمر بشير نعم اليوم الرئيس الأمريكي جو بايدن سيتخذ سيوقع على عشر قرارات جديدة متعلقة بفيروس كورونا من بين هذه القرارات تسريع عمليات التطعيم باللقاح لمواجهة الفيروس وأيضا زيادة عمل الاختبارات الفحص ودعم الحكومات الفيدرالية بالمزيد من الأموال لمواجهة الفيروس وزيادة إنتاج وتصنيع الكمامات وأدوات التعقيم وأيضا إعادة فتح المدارس في أقرب وقت ممكن بالإضافة إلى عدد آخر من القرارات هذه القرارات المنتظرة اليوم بالإضافة إلى قرارات سابقة وقع عليها أم أمس كلها تهدف إلى إعادة الثقة بالإدارة الأمريكية خاصة وأن المعترضين على السياسات دونالد ترامب يرون أنه كان سيئا في مواجهة فيروس كورونا لأن الولايات المتحدة الأمريكية من أكثر الدول تعرضا للوفيات والإصابات لفيروس كورونا عدد الوفيات بلغ أربعمائة ألف وستة عشر ألف شخص توف بهذا الفيروس والإصابات تقترب من 25 مليون حالة إصابة بفيروس كورونا لكن اللافت المفاجأة أن جو بايدن عندما دخل يوم أمس البيت الأبيض لم يجد خطة لكي يبني عليها لم يجد خطة موجودة من إدارة درامب لمواجهة فيروس كورونا وهذا ما أكدته أيضا قبل قليل نانسي بالوسي رئيسة مجلس النواب التي قالت أن الإدارة الأمريكية السابقة والترامب لا توجد لديهم خطة للتلقيح وتطعيم المواطنين الأمريكيين لمواجهة هذا الوباء الفتاك إذن الأيام القادمة هي على المحك خاصة لدى الرئيس الأمريكي جو بايدن إذا ما أراد تحقيق رغباته في مواجهة أكبر أزمة داخلية تعيشها البلاد وهي فيروس كورونا يذكر أن بايدن قال أن أول مئة يوم من حكمه سوف تشهد تطعيم مئة مليون شخص لمواجهة فيروس كورونا يعني هي الخطة الترامبية دائما غير مرئية يا بشير طيب يا بوديري ربما عمر محمد في إفادته منذ لحظات ضحرج الكرة على فلوريدا كيف تبدو فلوريدا وفيها الرئيس السابق دونالد ترامب الذي في خطابه تتذكر أحمد قال سأعود سأقاتم من أجلكم وكأن له خطة لا نعلم كيف ستمر أو ستسير ضعنا في الأجواء يا أحمد خطة ترامب هي امتصاص الغضب امتصاص المشاكل التي حدفت المضي قدما باتجاه تلك المحاكمة والخروج منها سالما معافة دون أن يتم إدانته إذا استطاع أن ينجز ذلك فإنه بطبيعة الحال كما قال سوف يرشع نفسه للانتخابات في عام 2024 ولكن قبل ذلك هناك العديد من الإشكاليات الداخلية أولا المشاكل التي يواجهها داخل الحزب الجمهوري الذي بات واضحا بينه هناك الشرخ داخل هذا الحزب الذي جزء كبير منه لا يريدون أن يكون هذا الرجل الذي يسكن الآن في ذاك المنتجع عمليا هو الرئيس القادم ولكن أيضا هناك حرب غير معلنة على كل الذين عملوا والمقربين من دونالد ترامب أي من الشركات التي سوف تقوم بتوظيف كبار المسؤولين من إدارة ترامب السابقة سوف يتم ملاحقتهم كل الذين حصلوا على شهادات جمعية من جامعة هارفرد على سبيل المثال كما ذكرت ذلك فوكس نيوز سوف يتم متابعتهم وذلك في إطار حملة لتشويه سمعة أولئك المقربين من ترامب ولكن على الأرض الأمور ربما مختلفة إلى حد ما ترامب ما زال يتمتع بشعبية كبيرا هنا في ولاية فلوريدا ولاية جمهورية أعضاء الكونغرس من هذه الولاية هم من الجمهوريون حاكم الولاية هو جمهوري هناك دفئ سياسي يتمتع به دونالد ترامب في هذا المكان على المستوى السياسي أيضا دونالد ترامب لا يريد أن يخسر كل الحلفاء ولذلك هو لم يهاجم بشكل كما هو كان متوقعا مايك بينس أو كبير المستشارين الذين استقال قبل عدة أيام أو زعيم الأغلبية الجمهورية داخل الكونغرس هو يريد أن يتعامل بذكاء سياسي ذكاء رجل الأعمال بعيدا عن الهوائية التي كان يستخدمها على تويتر وطبعا مجرد أنه خارج موضوع تويتر وفيسبوك حقيقة حقيقة هذا الجزء مهم من اللعبة السياسية التي تضار في الولايات المتحدة هو في المنتجة ولكنه معزول عن العالم لا يستطيع أن يتحدث مع الأمريكيين خاصة بعد أن نزعوا منه موضوع تويتر إذا خرج سالما من متابعة عزله والأمر الذي يبدو بحاجة إلى تدقيق مرة أخرى نانسي بلوسي هي ديمقراطية هي التي تحب ترامب يتحرد عليه وبالتالي في نهاية المطاف من سوف يحقق في المسألة سوف يكون عبارة عن محققين مهنيين والذين إذا قالوا بأنه مدان يمكن أن يتم حبسه وهذا أمر لا بد أن يكون معلوما بأن في الولايات المتحدة هذا الأمر غير تقليدي بأن يتم سجن رئيس سابق نذكر بأن نيكسون الذي كان متورطا في قضايا فساد وما إلى ذلك استقال وعمليا خرج من الحياة السياسية هذا الرجل لا يريد أن يخرج من الحياة السياسية وسوف يمضي قدما إلى الخطوة الأخيرة إما عزله وبالتالي عدم ترشحه لعام 2024 أو الذهاب إلى حزب جديد أو دخول غمار السياسة مرة أخرى في الحزب الجمهوري ذكرتني بمن سأقوم بعملات التحقيق بوريقات مولاري أحمد على أي حال شكرا جزيلا أحمد البوديري من فلوريدا وعمر بشير من واشنطن ومن أمام الكونغرس عمر محمد شكرا جزيلا شبكة مراسل الغت شكرا جزيلا شكرا لهم